السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبضي فقاتلوا التي تبضي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب الوافقين وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بدعوتهما إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرضى بحكمهما فإن اعتدت إحدى الطائفتين وأبت الإجابة إلى ذلك فقاتلوها حتى ترجع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإن رجعت فأصلحوا بينهما بإنسان واعدلوا في حكمكم بألا تتداوجوا في أحكامكم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العادلين في أحكامهم والقاضين بين قلقه بالقصطة وفي الآية إثبات صفة المحبة لله على الحقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى هم وإن رجعت وإن شخص أحكامهم وإن شخص أحكامهم 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 إطلاقهم سبحانه وتعالى و��도 بالزرين من حصول الله نهاية وستطيبائي ولكن ي���oured الطا designated هنا ولك سيئة تمermaid وضبل الشب الأماء كما تريد أن ن Lincoln gets في graham ذلك من النوعات ثماني سيئة الله نفسك اشتركوا في القناة 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 وعملوا بشريعته اجتنبوا كصيرا من ظن السوء بالمؤمنين إن بعد ذلك الظن اسم الله تواد على عباده المؤمنين رحيم بهم Oh believers, avoid many suspicions or indeed some suspicions are sinful and do not spite nor beg by one another Would any of you like to eat the flesh of the dead brother you would despise him Surely Allah is the acceptor of repentance most merciful Hey Iman Darugan